للأسف السيناريوهات المتوقعة حاليا وعلى المدى المتوسط في حال الاستمرار على نفس النهج الإدارة الاقتصادية واضحة وهي إما التوجه لقانون الدين العام أو قانون آخر لاستغلال صندوق الاحتياطي أو صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة إما بالانتفاع من عوائد استثماراتها أو التسهيل التدريجي ليصول الصندوق لكن في حال تعثر تشريع هذا النوع من القوانين فلن يكون أمام الحكومة مسارا آخرا إلا خفض ضيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي لتتمكن الحكومة من سد بند الرواتب المتزايد والسد هذا يكون مؤقت رح نصل إلى مرحلة أن ما نقدر ننزل الدينار أكثر أنه رح يأثر على الاقتصاد المحلي ترجمة نانسي قنقر